بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله استكمالاً لـ Evaluation Projects في مادة الـ Engineering Economy هنتكلم عن موضوع لو أنا بأبدأ أقارن باستخدام الـ Annual Wars هل يجب أن يتساوى عمر المشاريع؟ ده الشرط قلنا لازم هذا الشرط يكون موجود في الـ Present Wars أو الـ Future Wars الـ Example اللي عندي The following costs are estimated for two-service machines to be evaluated by a cunning planet manager If the minimum requires rate of return 15% per year Help the manager decide which machine to be selected by the annual wars عوز أجيب the annual wars في عندي الفرست كوست للمشروعين والـ Annual Maintenance Cost تكلفة الصيانة والتشغيل للمشروعين والـ Annual Labor Cost والـ Extra Annual Income Taxes في ضرائب مثلاً للمشروع الثاني لكن المشروع الأول مفهوش والـ Salvage Value في نهاية العمر المشروع الأول بعيش 6 سنين هبيعه بعد نهاية 6 سنين بـ 6 بـ 2000 والمشروع الثاني هبيعه بـ 3000 بس عمره 10 سنين هل يلزم تساوي لو أنا هقارن بالـ Annual Wars؟ لا يلزم التساوي يبقى هشتغل على طول الـ Annual Wars بدون أي مشكلة هرسم الكاشفلو ديجرام بتاع المشروع الأول الـ Initial Cost بتاعتي 26 ألف بحطها هنا هوت وبعدين عند السنة الأولى والتانية بجيب إجمالي التكلفة اللي عندي طالما كلها Systematic مشيا مفيش مشكلة بجمحها على بعضيها الـ Salvage Value في الآخر ببيع المشروع بـ 2000 ده positive ده عبارة عن الـ Salvage Value المشروع الثاني بيعيش 9 سنين بجمع الكوستس بتاعتي اللي هي كلها طالما في تكلفة عندي بهذا الشكل ببيعه Salvage Value في الآخر بـ 3000 أبدأ أحسب الـ Annual Worth of each machine using Salvage Salvage Sinking Fund method بقول الـ Annual Worth بتاعي عبارة عن Minus طالما قلت Worth يبقى الـ Cost نحطها Negative وخبلك ولو في حاجة في الـ Future بحوله إلى Annual والـ Annual يدنه زي ما هو Annual ما بيتضربش في Factor هللاحظ أن المقدار ده ما تضربش في أي Factor لأنه هو Annual خلاص ما يتضربش لكن الـ Present بتحوله Annual والـ Future بتحوله Annual وفي الحالة ديه يبقى الـ Annual Worth اللي عندي بالـ Negative والـ Annual Worth اللي عندي طبعا هنا بالـ Negative لو أنا قلت Annual Cost يبقى كل التكلفة حطها بالـ Positive وكل Worth اللي في الحالة ديه Salvage Value حطها بالـ Negative هيطلع نفس الأرقام لكن لإشارة Positive عشان تبقى المقارنة ساعة يعني النهاردة عندي Alternative ده Minus 18442 والتاني Minus مش في الحالة دي بقى تقولي المشاريع ديه مرفوضة لنها بالـ Minus لا يبقى ده خطأ لأننا لم يشمل الأرباح أو التدفق نقدي لـ Positive المسألة لم تشمل هذا أنا بشوف تكلفة المشروع الأول تكلفة المشروع الثاني يبقى التكلفة السنوية للمشروع الأول التكلفة السنوية للمشروع الثاني أيهما أقل التكلفة هو الأفضل في المشروع ده يبقى هنا 16900 المشروع ده بيكلفني المشروع ده بيكلفني 18442 إذن الأقل هو الأفضل يبقى The Select Machine B هي الأفضل عندي باستخدام الـ Annual Worth الأسايمين طبعا مسألة سهلة وبسيطة X company can pay a new machine بـ 96000 which will saving 20,000 cash per year in operating cost If the machine has useful life 10 سنين and X company required to retain 12% حتى الـ Net Present مجرد أنك بترسم الكاش في Load Diagram وتقول والله المكنة اللي عندي بروح أشتريها بـ 96000 وبتدر علي صافي بعد الـ Operating اللي عندي ولمدة 10 سنين وبعدين مدنيش فكرة عن هتتباع في النهاية بعمق باديه بيقولك بس الـ Saving الـ 20,000 أنت بتحل المسألة على أساس لو أنت عاوز تجيب الـ Present Worth بتاع هذا الكلام هتقول 96000 اللي عندي مش هتتضرب في أي فاكتور لكن زائد الـ 20,000 هتضرب To Find Be Given A وحسب سعر الفايدة 12% و 10 سنين هتخش التياب اللي تجيب قيمة الفاكتور ده تضربه في الـ 20,000 يطلع اللي عندي الـ Present Worth اللي عندي طبعا الكلام ده هتحط بالNegative لأن دي Cost ده Negative وده Positive اللي عندي تطلع الحصيلة تشوف أي واحد فيهم هو الصح وتبدأ تحل الأسايمنت اللي عندي وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته